التيار الصدري هو ركن أساس في العملية السياسية من باب ومن باب آخر يعني واقع اجتماعي مفروض على الساحة العراقية وأعتقد يعني التيار الصدري لابد وأن يشارك في هذه الانتخابات على اعتبار أنه مشاركتها راح تنطي حقيقة استقرار أكثر بعد هذا الثمن للبلد لا وهي دعوة يعني حتى قادة الإطار التنسيقي أعتقد يعني ووجهوا دعوة لأخواننا في التيار الصدري من خلال قادة كتل السياسية من خلال أعظام الجسنوار الدعوة مباشرة ليس محدثي نعم هناك بوادر قبول أخذ وعطاء لا الموضوع والله يعني لحد الآن لم يصدر يعني بيان رسمي أو تأكيد هي بقيت فرصة للمشاركة من عدمها للتيار نعم لا جال من ناحية الفنية وناحية المخوضية أعتقد يعني من الناحية الفنية أكو مدد يعني قانونية هذه المدد أعتقد يعني انتهت هذه المدد إذن انتخابات المحلية رح تكون بدون التيار فممكن إقامتها أم هي حتكون سبب كما يحاول البعض إيصالا للفنس أنه رح يكون سبب بالتأجيل على أحد الأسباب طبعا أنا أستبعد قضية التأجيل يعني يوم 18-12-2022 موعد يعني نهائي جزاء الانتخابات المفوضية أعتقد أنه جهزت كل أمورها اللوجستية القوى السياسية اليوم حسبت حتى قضية المرشحين وما منتظرين أي مفاجآت من التيار لأن أحد أطراف الإطار أو المقربين من التيار الصدري تحديدا في إحدى حلقاتي بالأسابيع الماضية يتحدث عن مفاجآت ستنتظر الإطار من التيار لعدم إجراء انتخابات هذا ممكن يكون وجهة نظرة شخصية لا تعمر عن التيار لكن علي أنقلها بكل الأحوال نعمل من أخوان التيار الصدري ومقادة التيار الصدري أنه تكون مفاجآتهم إيجابية هي بدفع المواطنيين على المشاركة في الانتخابات وأعتقد أنهم دور كبير في هذا الأمر يوم كلمتهم مسموعة في وسط كبير في المجتمع